لقد جرت المراهنة قبل بداية الحركة الانتخابية على حدوث تغييرات سياسية حقيقية ووصل البعض حد تصور إمكانية إخراج العراق من محنته عبر هذا الطريق كانت نقطة البداية أن جرى استهداف تغيير مفوضية الانتخابات كشرط لإحداث أي تغيير في طبيعة وولاءات الشخصيات المتحكمة في لعبة الانتخابات وفي إفرازاتها لكن المراهنة فشلت وظلت المفوضية على حالها وجرت المراهنة أيضا على أن تجري الانتخابات بطريقة تقطع الطريق على تمدد سطوة الميليشيات الإيرانية وتحجيم دورها فكان أن فتح الطريق لسيطرتها على السلطتين التشريعية والتنفيذية خلع الميليشيويون ملابس القتل الملطخة بدماء الشعب العراقي وأصبحوا الآن على رأس قوائم في الانتخابات وهناك من راهن على الانتخابات باعتبارها وسيلة وطريقة لتغيير أوضاع الاستفافات الطائفية إلا أن التحضيرات التي شهدت الانتخابات أنهت كل المراهنات بل أظهرت توسعا وتعميقا للأبعاد الطائفية حتى بات مؤكدا أن التحالف الشيعي ذاهب إلى توسيع سيطرته الطائفية مستفيدا مما حدث في كردستان من جهة وما جرى من أعمال تدمير للبنى المجتمعية في المناطق السنية من جهة أخرى موسيقى موسيقى